سيدات والسادة يسعدني أن أتقدم بالتهنئة إلى المغرب ومنذوبه الدائم على توليه منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان وإلى أعضاء الجدد في هيئة المكتب متمنياً لهم التوفيق وأؤكد حرص مصر على دعم المجلس لتحقيق أهدافه النبيلة سيدات والسادة تنعقد الدورة الحالية في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب المستمرة على خطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية بما في ذلك الخدشة الشرقية من استيطان وهدم للمباني وإقدام حامات عسكرية وغير ذلك من الانتهاكات التي رصدتها تقارير وبيانات أممية وتدين مصر بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق واستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القصري لتصفية القضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية المنازل أخير لأخثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة كما نشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهمها لا سيما وكالة الأنروا التي لا بديل لها ولا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ونعرب عن استهجاننا الشديد لمحاولة استهدافها وتعليق عملها وما لذلك من آثار سلبي على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان سيدات والسادة أن أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعدلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها النظام الدولي ففي الوقت الذي يتعمد فيه البعض إجهاد مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة نجدهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف الحرب في أزمات أخرى وهو أمر أصبح بمثابة إعطاء إسرائيل ضوءا أخضر لاستمرار في انتهاكاتها هل يعقل أن دولا ضمن أعضاء المجلس لازالت تتقاعس في حالة غزة عما اتخذته حيال قضايا أخرى من الانبراء في الإدانة وتوصيف الأفعال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها مكتفية في حالة غزة بالتوقع بأن يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان دون اقتراث إذا تم الاستجابة لنداءاتها بل وتوسلاتها من عدمه ويبدو أن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمامها وأن حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الألاف لا تحرك مع شعرهم المرهفة فهم أقل قيمة من غيرهم أن هذه المواقف مشينة بل تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياته وضمنها هذا المجلس أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة وستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق صراح الرهائن والأسرة وتدقق حجم المساعدات وزيادتها الإنسانية كما ستواصل جهودها لإنهاء السبب الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسة الشرقية سيدات والسادة تؤمن مصر بالدور الهام الذي يلعبه المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان إذ ما حرص على أن يكون له صوت واحد بعيدا على الانتقائية والتسييس في التعامل مع الأزمات المتتالية والتحديات التي يعاني منها المشهد الدولي والتي كانت لها تدعياتها على التمتع بحقوق الإنسان من بينها زيادة الممارسات العنصرية والتمييز العنصري والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين وتنامي ظاهرة الإسلامفوبيا وجرائم حرق القرآن الكريم التي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى وإلا فقد المجلس مصدقيته والغرض الذي أنشأ من أجله وتراجع الاهتمام بالمشاركة في مدولاته ونرى أن المجلس لا زال بإمكانه اللعب دور أكبر في التعامل مع تلك التحديات إذ امتنع أعضاؤه عن تطبيق المعايير المزدوجة واستهداف الدول لأغراض سياسية وحماية الدول أخرى رغم ما تقترفه من فظائع ونهض الدمير الدولي للفظ الانتقائية والتسييس إعلاء لحماية حقوق الإنسان للجميع والعمل على استعادة روح التوافق وتفادي فرد مفاهيم خلافية دون احترام الخصوصيات التقافية والحضرية والدينية التي تعد مصدرا للثراء والتعددية ختاما أن مصر تسير بخطة ثابتة على ضرب تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والوفاء بالتزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه مواطنيها تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ومواصلة المبادرات الرمية لتعزيز الحقوق والحريات وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعي بحقوق الإنسان كما تحرص مصر على التفاعل مع الأليات الإقليمية والدولية وتقديم تقاريرها الدورية وكذا التعاون مع المفاوضية السامية لحقوق الإنسان كأداة هامة لدعم جهود الدول وفقا لأولوياتها اختتم حديثي متمنيا للمجلس دورة ترتقي نتائجها لتطلعات المجتمع الدولي وتنتصر لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان شكرا سيدي الرئيس أشكر معا لكم